يستمر هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة في المملكة حيث لا تزال ارتفعات جازان وعسير والباحة تشهد هطول الأمطار منذ مطلع شهر رمضان وحتى اليوم فضلا عن مرتفعات مكة وشرق المدينة التي تحظى بزخات المطر هذا اليوم للحديث أكثر حول طبيعة الحالة الجوية الماطرة في جنوب المملكة يلتحق بنا من الباحة مراسلنا خالد ربيع ومن أبها مراسلنا عبدالله بن شهران أهلا بكم أبدأ معك خالد ربيع من الباحة يعني كيف هي أجواء الباحة هذا اليوم أهلا بك حسن أهلا بجميع السادة المشاهدين طبعا لازالت الأمطار تهطل على منطقة الباحة لليوم الثالث على التوالي الآن أنا أظهر معكم على هوا مباشرة والأمطار تهطل علينا من ساعات العصر الأولى طبعا قبل يومين هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على محافظة بلجرشي ومدينة الباحة العاصمة الإدارية مما أدى إلى إغلاق عقبتي حزنة والأبنى التي تربط سرات محافظة بلجرشي بالقطاع التهامي بالأمس هطلت أنطار على مدينة الباحة وعلى محافظة المندق وعلى محافظة المخوى بالقطاع التهامي اليوم صدرت التنبيهات من الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة عن وجود حالات مطرية تشهدها منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة العاصمة الإدارية ومحافظة بلجرشي ومحافظة المندق بقطاع السراء وأيضا تشمل محافظة الحجرة ومحافظة المخوى بقطاع التهامة طبعا تصاحب هذه الحالات المطرية نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وجريان السيول طبعا كما هو معروف تضاريس منطقة الباحة تضاريس قاسية وعندها طول الأمطار يتم بعض الأحيان إغلاق للطرق التي تؤدي إلى قطاع التهامة بسبب تساقط الصخور وجريان السيول خلال الثلاثة الأيام لم يتم هناك أي تساقط للصخور ولم يكون هناك أضرار بشرية بسبب هذه الأمطار طب يبقى معي خالد ربيع سنذهب لعبدالله بن شهران في أبهى لنرى كيف هي الأجواء في أبهى نعم بداية نسعد مساكة حسن ونسعد مساكة سادة المشاهدين نسعد مساكة أيضا زميري خالد من منطقات الباحة أنا الآن متواجد في أحد المنتزهات الموجودة في سد أبهى حيث هطلت أمطار غزيرة ليلة أمس على أبهى بالتحديد وكان استمرت الأمطار إلى عدة ساعات تقريبا من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامنة مساء طبعا سوف ترصد الآن لكم كاميراة الإخبارية هذه الأجواء التي تتمتع فيها منطقة عفوا محافظة أبهى وأيضا بالأجواء التي تتميز فيها أبهى أيضا كان هناك انذار مبكر حيث أصدرت الهيئة العامة للرصاد وحماية البيئة انذار مبكر وتنبيه متقدم على منطقة عسير والمحافظات والمراكز التابعة لها منها أبهى وأحد الفيدا والبرك والمجاردة والنماص وبارك وبالقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وصرات عبيدة وظهران الجنوب ومحايل وطبعا كان هناك أيضا تأثيرات مصاحبة للحالة في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول وطبعا اليوم في حالة مطارية ونبهت فيها الهيئة العامة للرصاد وحماية البيئة بأن هذه الحالة سوف تستمر من الساعة الثانية عشر من مساء اليوم إلى الساعة الثامنة مساء وهطلت أنطار قبل قليل على أبهى ونحن متواجدين في الموقع قبل قليل هطلت أنطار متوسطة فيارب لك الحم تتمتع الآن منطقة عسير بالمحافظات والمراكز بالأجواء الطيبة والباردة حيث تصل درجة الحرارة إلى ثمانية عشر درجة مياوية وفي آخر الليل أي بعد الساعة الثانية عشر منتصف الليل تبدأ درجات الحرارة في النقصان حيث تصل إلى إثنى عشر درجة مياوية طيب عبد الله كيف استقبل أهالي أبهى خبر عودة الحياة التدريجية لطبيعتها؟ يا سلام طبعا حسن الجميع الصغير الكبير يستبشروا بهذه الأوامر التي صدرتها وزارة الداخلية أيضا بمعدة مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى من الساعة السادسة من يوم غد الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا طبعا الجميع متشوق بأن يرى الحياة مجددا وأن تعود الحياة مجددا ونحمد الله أن نعيش في هذا الوقت في أمن وأمان وأيضا نحن مستشعرين بهذه الصحة التي نمر فيها الآن وأيضا هناك استعدادات تامة بإذن الله لخروج الناس وأيضا جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ملتزمين فيها وشاهدنا أيضا جميع الصور وأيضا البروشورات لوقاية الناس وكيفية التعامل أثناء الخروج طب خلينا نروح لعى خالد ربيع نشوف الجو عنده كيف لأنه شفنا أنه فيه هواء شديد وكذلك صوات رعد وأمطار يا حسن الأمطار الآن تخطل علينا وأنا إنسان والله غريكت الآن والراعد والبرق على سماء الباحة يرعد ويبرق أيضا طبعا الأجواء هنا في منطقة الباحة رائعة وجميلة ونسمات البرد أيضا درجات الحرارة تنخفض بعد هطول الأمطار وتصل إلى 18 إلى 16 درجة مئوية بعكس فترة الظهر كانت درجة الحرارة تقريبا 24 درجة مئوية ولكن بعد هطول الأمطار تصل درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية الله يجعلها أمطار خير وبركة شكرا جزيلا لكم من أبها الزميل عبدالله بن شهران وكذلك من الباحة خالد ربيع شكرا لكم وكذلك من الباحة